بما أنني أنتمي إلى إقليم الشاشاون ومتابع لما يجري في إقليم الشاشاون ومدينة الشاشاون وكل مناطق ديال الإقليم ليس اليوم ولكن منذ مدة وحتى لما كنت شاشاون كنت مرتبطاً بالساكنة الآن وصلنا إلى واحد المرحلة ديال المسخ ما هو المسخ؟ وأنه نحن في واحد المستنقع نحن في مدينة الشاشاون تظهر الكائنات والسماسيرات للانتخابات وتظهر نفس الوجوه المشكلة لهذه الوجوه لا تتحفظ على انتماء السياسي في كل محطة انتخابية هذا الوجوه لا تتحفظ مع المواطنين ما قدمت في الخمسة سنين و ترى الاقليم تتحفظ لا ترى خطايا الامام ولكن ترجع اللور ما كانش مستشفيات ما كانش مدارس ديل التعليم العمومي اللي في المستوى ديل انه تكون مدرسة ما كانش طرق البنية التحتية ما كاناش ما كانش فرص ديل الشغل للشباب والجائحة ديل الكورونا فضحت وعرات على المسطور لكن انك تتكون في الجماعة او في البرلمان وينما لما تتجي واحد المحطة انتخابية تتوليت بالدل اللون السياسي ديلك معنى كأن وديك المواطنين بحش قطيع ولي عندك شي زريبة جامع فيها المعاز والغنم والبقار ومنع انك يستفع لا يمكنك تكون العمل السياسي لا يمكنك تكون التمثيلية النيابية او الجماعية لانا لا نرداش انني كنت عن تاني الى حزبي من الاحزاب وغيرت اللون لكن مع من هذا الساكنة غيرت تحاسب عجي خسك تعطيني الحسابة خايدي شنو قدمتي شنو درتي ذاك الوعود اللي عطتنا هذي خمس سنين شين هي في أرض الواقع لكن تجديد لدي الشباب ديال الطاقات كان اللي سقطوا في انتخابات مرات وما زالوا تيت عندوا واغنين أنه تجيو أحد المحطة انتخابية وخصوه يترشح ما تتفتحوش المجال الجديد الدماء جديدة ما تتبانوش خلال خمس سنين لانتم ماوو ولا الأحزاب ديركم الآن وليتوا تحلو الحوانت والقاراجات وتكريوهم وش يتعلق البلاكع علاش لأنه جاي المحطة ديال ثمانية شوف تنبير ف هاد العناصر هذي لا يهمها المصلحة العامة لا يهمها الدفاع عن المصالح ديال الساكنة وديال الإقليم بل يهمها مصلحتها الخاصة الحسانة التعويض السامين السيارات ديال الجماعة البنزين ديال الجماعة والتنقلات والتعويضات ماشي شو معليكم ماشي أنكم عيقتوا راكم عيقتوا راكم وليتوا باستخدام الممثلين باستخدام المسرحيات اللي ما تدخل ليهاش الجمهور ف ندائي التساكنة قاشف شونه الإقليم قاشف شونه وغيراتي على هذا الإقليم وذلك المدينة أنهم يعرفوا على من سيصوتوا على من سيختاروا وعلى من سيحاسبوا ف تمتيري البرلمانية هي واحدة المسؤولية أمام الله لأن حتى ذلك التعويض اللي تتأخذ راح رام لأنك خديته بالكدوب وما درتيش شي حاجاتي للمصلحة العامة كل شي معزول مناطق دي الإقليم معزولة سيصوتوا تحكوا على الناس بتقنين الكيف راح تقنين الكيف راح ماشي معناه راح كل شي غادي بدي زراع الكيف ويبيع الكيف وتحشش ولكن أخشكم تصرحوا الناس لما معنى تقنين الكيف أخشكم تشوفوا الناس وعلى المتابعات وعلى الشكايات والوشايات اللي تدال ضد المواطنين والابتزاز ديرهم فحصنا طبقة سياسية جديدة في الإقليم حصنا منتخابين الممتلين دي المواطنين يكونوا نزهاء وتكون دماء جديدة وسنتابع سنتابع الشأن المحلي والإقليمي لأنه واجب علينا أن لا نبقى مكتوفي الأيدي وتنتفرج على مهزلة وعلى دبح الديمقراطية والعمل السياسي النظيف في مدينة وإقليم شف شون ترجمة نانسي قنقر